لقيمة النادي الاهلي بكرة في مباراة أسوان المباراة الساعة سبعة اتلعبنا مع أسوان مباراة ودية في الاستعداد لمباراة الاتحاد منستيري كان الأسوان اتقدم علينا بهدف ثم حققنا الفوز اتنين واحد الشناو علي لطفي وشبير ومتولي وأن ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم هيكون عندنا وقفة كبيرة معاه وعبد المنعم ومعلول وهاني وأكرم وكريم وحمدي وديانج السلية أفشا الشحات عبدالقادر برونو سافيو وبرسي تاو يعود إليكم من جديد ممكن يقدم موسم هايل لو كان موفق بس لأن إمكاناته كبيرة وطبعا في خط الهجوم شريف وحسام وشادي كده يعني دي قيمة النادي الاهلي بالتأكيد إن شاء الله يكونوا موفقين بكرة نتمنى اليوم التوفيق وده طبعا من تدريبات النهاردة يعني في ملعب التتش وكلر للأمانة شغال بشكل واضح جدا حتى بعد المباراة اللي فاتت أصر أنه يلعب مباراة وده فارس ما بين فريق الشباب تاني يوم على طول والفريق أو اللاعبين اللي ملعبوش المباراة استنى عشان ترقصتين واحدة أنت قلت الأسماء وبعدين قلت وأن أن قلت مين أن أن مين أن أن دا جميع عاصل ياسر إبراهيم يعني عندنا كلام معادي بي أنا وقفت عند ياسر إبراهيم وبرسي تاو طبعا برسي تاو لعب ما زلت شايف أنه هو لو حنقارن المحترفين الأجانب في مصر دا بالسي في بتاعه والسي في أكيد في كرة القدم مش كل حاجة هو يعتبر المحترف الأفضل في الدوري المصري كثيرة ذاتية لاعب جايلك من الدوري الإنجليزي الدوري الأقوى والأول في العالم فبالتالي محتاجين دا ما يبقاش كلام محتاجين دا يتحول لواقع واللاعب قادر وكان مؤشر مهم جدا أنه هو يصمم أنه هو يزبط صورة ذهنية طاليق بالكرير بتاعه وطاليق بالسي في بتاعه وطاليق بأنه هو في كل المراحل اللي راح فيها في دوريات كتير جدا يمكن حتى تنفسيا زي الدوري البلجيكي كلي بصمته فاللاعب شايف أنه لا يقدر يسيب بصمة وتاريخ مع النادي الأقلي وما ينفعش يكون رحيله بلا صخب وبلا ضجيج فأتمنى أنه هو يحقق دا طبعا زي ما اتكلمنا مباراة دا وكان فيه النهاردة أكيد محاضرات سواء محاضرات بالفيديو أو محاضرات فنية وإحنا قلنا لكم من بداية رحلة كولر كولر بيشتغل مع اللاعبين بشكل فردي في كلام على نواقصهم وكولر بيشتغل بشكل جماعي وأتمنى نشوف دا بكرة في مباراة أسوان مباراة مهم جدا يا أسامة نوعية المباراة دي تبدأ تعبر عن أنت عندك فوارك فنية فتمنى دا يبدأ يبن كل اللي احترام لأسوان وفريق بنحترمه تجربة وعيدة وفيها أفكار كتير جدا بس نتمنى أن النادي الأهلي لأ أنا أبدأ بقى أستغل الأرقام اللي أنا بعملها في المباراة دي ونشوف أرقام بتنعكس في النتيجة بشكل كبير هو مهم جدا الفوز إن شاء الله خاصة وهي مباراة اللي هتصبك على طول المباراة السوبر الاتلاف في الإمارات يوم الجمع إن شاء الله يوم 28 أكتوبر وأعتقد يعني كابتن ربيع يسين يعني عامل شغل هايل جدا مع فريق أسوان وكان وصل مع فريق الاتحاد تقريبا يعني كان قبقى وصينة وأدنى من التعادل ولكن الاتحاد قدر يسجل هدف في الديها 85 وكان واضح جدا الحزن على كابتن ربيع يسين طبعا وإحنا بنتكلم بقى عن قايمة المباراة آسوا الحاجة ناخد قايمة المباراة والقصة اللي بعدها بعد الفصل خلاص قول طبعا بعد الفصل وإذا ما مش هيكسفني نشوفكم بعد الفصل